بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الأمر أحبه هني سيدي صاحب السمو الشيخ حمدام الراشد أنا محتوم على هذا الإنجاز الطيب السباق الصير دائما سباق تحدي 29 سنة من التحدي ولهذا السبب الفائز فيه يكتب اسمه من ذهب في أسطر التاريخ اليوم شفنا الأحداث التي صارت في البحر الصعب الواحد يتنبأ بالمناخ أو الطقس توقعات كلها كانت رياحة جيدة وكنت أنا شخصين متوقع أن تكون في سرعة في الوصول لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل السباق كان جدا صعب في مرحلته الأولى خذنا ما يطالب لخمس ساعات من جزيرة تصير إلى جزيرة القمر لكن في نهاية المطاف أهني الفائزين وأهني المشاركين بكل مشارك في سباق الغفال هذا الوحدة شرف أن نكون موجودين فيه وكذلك شرف لي أنا شخصيا أني أنا أكون فرق من أقراد الفريق العمل اللي قائم على حدثها في الأولى الأخيرة تم تعديل بعض الغوانين على السباقات الشراعية فساعدت على انتظام المتسابقين وتنظيم الحدث نفسه لكن الحمد لله في الفترة هنا فسا ما شفنا أي خلل بالعكس كانوا كل المتسابقين من تضمين مع بعض التعديلات التي صارت في فترة من طلاقة السميار كله مشى وطلاقة سريمة والحمد لله الجميع موجودين عند النقطة الأولى تقريبا 126 متسابق مر من بوابة العبور الأولى حاليا الأخوان نوديدين في البحر يأخذون الأعداد الذي يأسه تمر من البوابة النهائية أكون صريح معاكم في الأولى الأخيرة أو في هذا الموسم فريق الشقي أو الشباب القائمين على القارب هذا كانت لهم بصمة الموسم كامل في الفئات الأخرى في 43 قدم وفي الستين فما كان غريب لكن ما كان متوقع لأن سباق القفال له سيناريو الوحدة لكن أبارك وهنيهم على الجهد اللي هم فادرينه واتبعناهم التوفيق في المستقبل هذا لا شك فيه اليوم نحن يد في أيدي الجهات الرسمية اللي شاركت ودائما لهذا الحدث شاكرين كل الجهد اللي هم يدلون فيه سباق القفال سباق يفرح له كل من ساهمتني واليوم أنا أشكر تواجد كل المؤسسات الدعمة معنا وأشكرها على نجاح الحدث هذا لأنه دائما هو منسوحي